الصف التاسع التعليم الأساسي كتاب اللغة العربية الوحدة التعليمية الأولى بعنوان ثقافة وفنون تقديم مبادرة ضوء بصوت انتصار اللحام سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الخمسين وحتى الثانية والخمسين تحتوي هذه الوحدة ثلاثة عشر درساً يغطي هذا التسجيل الدرس العاشر من هذه الدروس وهو بعنوان الخط العربي يبدأ هذا الدرس بتعريف بالكاتب الدكتور عفيف بهنسي عفيف بهنسي ولد عام 1928 وتوفي عام 2017 ميلادي مؤرخ وفنان تشكيلي من مواليد دمشق حصل على إجازة في الحقوق ودبلوم في العلوم الإدارية وحصل على الدكتوراه في تاريخ الفن له العديد من المؤلفات منها الفنون التشكيلية في سوريا تاريخ الفن في العالم والخط العربي ومنه أخذ هذا النص استمع إلى المقطع الأول من النص وأجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول أنسب الفكرة الرئيسة الآتية إلى مقاطعها الفكرة الأولى أشكال الخطوط العربية وسماتها الفكرة الثانية نشأة فن الخط العربي وتطوره الفكرة الثالثة دور الخطاطين السوريين في فن الخط العربي السؤال الثاني أذكر دليلا من المقطع الأول على اعتناء العربي بجمال فن الخط السؤال الثالث أعدد الأمور التي نحتاجها لإتقان فن الخط العربي مما ورد في المقطع الأول السؤال الرابع أستخرج من النص أربع كلمات تنتمي إلى مجالي الفن المقطع الأول تطور الخط العربي وبدت أهميته من خلال ارتباطه بكتابة القرآن وانتشر بانتشاره وتطور الحرف العربي جماليا بسرعة بعد أن أضيف إليه الإعراب ليصبح فنا إبداعيا مستقلا بذاته له مدارسه واتجاهاته وله مبدعوه والموهوبون فيه ومع أن الكتابة أصلا هي لنقل الأفكار ففن الخط العربي يطفي عليها جلالا وهيبة وإذا كانت اللوحة متشكلة من بيت شعري فإن تآخي جمال النظم الشعري مع جمال فن الخط وتآزرهما يقدمان لوحة فنية متكاملة على أن هذا الفن الشريف ليس سهل المنال فهو يحتاج إلى موهبة ودربة وحس رقيق جعلته يتفرد عن بقية الخطوط العالمية في مقدرته على تكوين فن مستقل بذاته مستقل عن دور الكتابة فليس الخط وسيلة للكتابة فحسب بل هو وسيلة للتعبير عن مقدرة مقدرة الخطات في تكوين لوحة تتداخل فيها الكلمات والحروف لتشكل عملا فنيا ليس من السهل تكراره وهذا ما يعطي هذه الأعمال قيمة فنية عالية الإجابات السؤال الأول أنسب الفكرة الرئيسة الآتية إلى مقاطعها ما الذي يناسب هذا المقطع؟ هل هي الفكرة الرئيسة أشكال الخطوط العربية وسماتها؟ أم نشأة فن الخط العربي وتطوره؟ أم دور الخطاطين السوريين في فن الخط العربي؟ الجواب نشأة فن الخط العربي وتطوره السؤال الثاني أذكر دليلا من المقطع الأول على اعتناء العربي بجمال فن الخط الإجابة تطور الخط العربي وبدت أهميته من خلال ارتباطه بكتابة عدد الأمور التي نحتاجها لإتقان فن الخط العربي مما ورد في المقطع الأول الإجابة يحتاج إلى موهبة ودربة وحس رقيق تذكر الاحتفاظ بأربع كلمات من النص كاملا تنتمي إلى مجال الفن الآن سنبدأ بالمقطع الثاني استمع إلى المقطع الثاني من النص وأجب عن الأسئلة الآتية أنزب الأفكار الرئيسة الآتية إلى مقاطعها أشكال الخطوط العربية وسماتها دور الخطاطين السوريين في فن الخط العربي السؤال الثاني أعدد أنواع الخطوط التي ورد ذكرها في المقطع الثاني السؤال الثالث اتسمت أنواع الخطوط العربية بسمات مميزة لكل منها أبين ميزات الخط الكوفي مما ورد في المقطع الثاني الآن سوف نبدأ بالمقطع الثاني أول الخطوط العربية التزيينية الخط الكوفي وهو أقدمها وأكثرها جمالا يعتمد على قواعد هندسية ذات زخرفة متصلة أو منفصلة تشكل خلفية الكتابة استعمل هذا الخط غالبا لزخرفة المباني والكتابات الكبيرة يتميز باستخدامه الخطوط المستقيمة المتناسقة وقد أشبعا بالزخارف النباتية التي أصبحت فنا مستقلا فيما بعد ثم وجدا خط الرقعة وهو من أكثر الخطوط انتشارا إلى يومنا هذا لجماله وسهولة كتابته ويتميز عن غيره من الخطوط بزواياه الحادة أما خط الثلث فله مكانة كبيرة في قلوب عشاق فن الخط العربي لجماله الشديد وقوة شخصية الحرف فيه فكتبت به أسماء السور القرآنية وبعض المصاحف النادرة وهو من أصعب الخطوط كتابة وأشدها جمالا في حين ارتبطت نشأة الخط الديواني بدواوين الخلافة النوع من الخطوط لرشاقته وقصر حروفه فلا يستطيع أحد أن يضيف أي حرف إلى العبارة المكتوبة وهذا ما حما دواوين الخلفاء والولاد من الإضافة والتزوير وقد تطور شكل الحرف العربي في بلاد الشرق على يد الفرس الذين عاشقوا شكله وطوروه وأضافوا إليه من ثقافتهم فكانت ولادة الخط الفارسي الذي استمد رشاقته من فنونهم فتفرد عن غيره بتنوع أقلام كتابته وأخيرا نشير إلى خط النسخ الذي نصحت به المصاحف ويتميز بقدرته على مد الحرف ما ساعد خططيه على تناسب شكل الخط مع مضمون الكتابة ومن هذه الخطوط تتفرع بقية الحطوط الأخرى مثل خط الإجازة الذي يعد مزيجا بين خطي النسخ والثرث السؤال الأول أنصب الفكر الرئيسة الآتية إلى مقاطعها هل كانت الفكرة الرئيسة؟ أشكال الخطوط العربية وسيماتها أم دور الخطاطين السوريين في فن الخط العربي؟ الإجابة أشكال الخطوط العربية وسيماتها السؤال الثاني أعدد أنواع الخطوط التي ورد ذكرها في المقطع الثاني الإجابة الخط الكوفي، خط الرقعة، خط الثلث، الخط الديواني، الخط الفارسي، خط النسخ، وخط الإجازة السؤال الثالث اتسمت أنواع الخطوط العربية بسمات مميزة لكل منها أبين ميزات الخط الكوفي مما ورد في المقطع الثاني الإجابة الخط الكوفي هو أقدم الخطوط العربية وأكثرها جمالا يعتمد على قواعد هندسية ذات زخرفة متصلة أو منفصلة تشكل خلفية الكتابة استعمل هذا الخط غالبا لزخرفة المباني والكيز باستخدامه الخطوط المستقيمة المتناسقة وقد أشبع بالزخارف النباتية التي أصبحت فنا مستقلا فيما بعد تذكر الاحتفاظ بأربع كلمات من النص كاملا تنتمي إلى مجال الفن والآن سنبدأ بالمقطع الثالث استمع إلى المقطع الثالث من النص وأجب عن السؤال الآتي يعد الخطات عدنان الشيخ عثمان صاحب مدرسة في الخط العربي ووضح ما يميز أسلوبه في هذا الفن المقطع الثالث وكان لسوريا دور بارز في نشأة الخط العربي وتطوره قديما وحديثا ونال الخطاطون السوريون العديد من الجوائز المحلية والدولية إذ أحرز خطاطوها المراكز الأولى في كل المسابقات الدولية التي جرت حتى الآن وقد بلغ الأمر في إحدى المسابقات أن أحرزت سوريا منفردة 52% من جوائز المسابقة في حين أحرزت بقية الدول المشاركة وعددها 44 دولة النسبة المتبقية منها ومن أشهر الخطاطين في القرن العشرين ممدوح الشريف الذي شارك عام 1931 ميلادية لأول مرة في مسابقة لفن الخط العربي وكانت له فيها الرياضة وتلميذه الخطاط بدوي الديراني الذي أتقن شتى أنواع الخطوط فمنح عام 1968 ميلادية وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى وكذلك الخطاط عبدالهادي زين العابدين الذي كان أديبا وفنانا كرس حياته لتعليم هذا الفن الجليل ومن الخطاطين المعاصرين عدنان الشيخ عثمان المولود في مدينة حمص عام 1959 الذي عشق الخط بأنواعه مكرسا حياته لمشق خطوطه وجم يبتكر أسلوبا فنيا رائدا في مجال الخط العربي عندما استطاع أن يحاكي معاني العبارات بخط جسد فنا بصريا أتاح للوحاته نيل العديد من الجوائز المحلية والعالمية وأسس لمدرسة في الخط العربي حملت اسمه وهي المدرسة العدنانية في الخط وهو الآن أستاذ للخط العربي في كلية الفنون الجميلة في دمشق نجيب الآن عن السؤال يعد الخطاط عدنان الشيخ عثمان صاحب مدرسة في الخط العربي أوضح ما يميز أسلوبه في هذا الفن استطاع أن يحاكي معاني العبارات بخط جسد فنا بصريا أتاح للوحاته نيل العديد من الجوائز المحلية والعالمية تذكر أن فكرة هذا المقطع هي دور الخطاطين السوريين في فن الخط العربي ونجيب الآن عن سؤال الكلمات التي تنتمي إلى مجال الفن سنذكر من هذه الكلمات الخط إبداعيا اللوحة موهبة وزخرفة الآن لدينا ثلاثة أسئلة من خارج النص السؤال الأول أستعين بالمعجم على تعرف معاني كلمتي النظم والريادة الإجابة النظم النظم هو مصدر نظمة نظم اللؤلؤ هو ترتيبه في عقد ونظم الشعر تأليفه أتانا نظم من جراد أي صف كثير منه النظم هو الكلام الموزون المقفى وهو خلاف النثر نظم القرآن هو عباراته التي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة النظم يطلق على بعض الكواكب المنتظمة ومنها الثرية أصول النظم العروض وهي القواعد التي يجب مراعاتها عند إنشاء الشعر من وغيره أما الريادة فهي القيادة والرئاسة ونقول الروض هو الريح اللينة الهبوب أو الروض وهي المهلة السؤال الثاني تعرفت في هذه الوحدة مجموعة من الفنون أذكر الفن الأقرب إلى نفسي معللا اختياري الإجابة الفن الأقرب إلى نفسي هو الشعر لأن الإنسان يستطيع من خلاله التعبير عما يجول بنفسه بدقة بأسلوب فني راق السؤال الأخير أتعاون أنا وزملائي على البحث عن أسماء خطاطين سوريين وأجمع بعض لوحاتهم ثم أتحدث عنها أمام زملائي في الصف الإجابة جمعنا لكم أسماء بعض الخطاطين السوريين الذين لم يرد ذكرهم في النص من موسوعة وكيبيتيا على الإنترنت وهم حسن فاضل نعناع